موسيقى العمارة المستدامة والمباني الخضراء عنوان ورشة عقدتها تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتماما منها بمناقشة القضايا المنتشرة على الساحة المحلية والدولية خلال الربط بين الاقتصاد الأخضر والعمارة الخضراء والعوائد الاقتصادية المتوقعة أهم التوصيات التي اتناقشنا فيها في الندوة النهاردة واستحداث بعض المواد الخاصة بالبيئة في التعليم الأساسي الخاص بالطلاب كيفية استحداث التكنولوجيا في بناء المباني سواء الإدارية أو المعمرية التنصيقية وسعت لتبرز دور وزارات البيئة والإسكان والتخطيط في تحليل التجارب المماثلة وكيفية تطبيقها فيما يتناسب مع العوامل المناخية وخلق بيئة مناخية جميلة خضراء في المدن الجديدة وتطوير القرى في مصر خرجنا بهم التوصيات حاليا لتنفيذ العمارة المستدامة على نطاق الجمهورية في ظل توجهات الدولة ورؤية مصر 20-30 وهي أن نحن بعض تعديل القوانين من خلال أن يكون فيه تطبيق نظام تقييم للمباني الخضراء الجلسة كانت عن العمارة المستدامة ويمكن أهم التوصيات التي ترحها الضيوف وعضاء التنسيقية في لجنة المناخ أن يمكن يبقى فيه مجموعة بيئية على غرار المجموعة الاقتصادية بتضم مجموعة من الوزارات المعنية وكمان الخبراء في كليات الحندسة خلال انعقاد الورشة خرجت تنسيقية بضرورة إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات والتخصصات المختلفة لإبراز مدى أهمية التعاون بينهم لتحقيق ثراء مخرجات الحوار الوطني